ولنقاش الملف السوري والانتهاكات الإنسانية ضد النزحين وخاصة فئة الأطفال في ظل انتشار ظاهرة الانتحار بسوريا تنضم إلينا عبر الهاتف المدينة إسطنبول التركية الصحفية والناشطة المدنية غصون أبو الذهب أهلا بك سيدتي أهلا وسهلا بكم سيدة غصون كيف يفسر استمرار النظام في السهداف المستمر للمخيمات وكان أخيرا تفجير الأخير الذي استهدف بلدة الفوع اليوم هلأ هدف النظام لا يخفى على أحد النظام يستهدف مخيمات النزوح يستخدمه كأداد ضغط ضد المعارضة لردوخ إلى طلباته بالنهاية هؤلاء المدنيين هم أهلنا في الداخل الموجودين في الداخل يستخدمهم النظام بالحقيقة كأنهم أداة تنفيذ إجرامه وأداة كذلك لدعيني أقول لا أجد الكلمات مناسبة حقيقة أمام هذا الخبر اليوم النظام يستخدمهم كدروع دعيني أقول ذلك كدروع بشرية أما مخططاته استهداف الممنهج للأطفال والنساء في الحقيقة هو استخدمه من بداية الثورة الانتفاضة ضده لا شك أن آثار الفقد وعدم الأمان يريد أن يستخدمه كأداة لنزوح وتهجير المعارضة باعتبارك أشرت لفئة الأطفال ما الانعكسات المترتبة عن مثل هذه الممارسات تحديدا على فئة الأطفال نحن نعلم تماما أن الأطفال في الداخل يعانون من التهجير والنزوح أكثر من مرة يعني نزحوا في الداخل أكثر من مرة من مكان إلى مكان هربا من القصص الممنهج للنظام وروسيا وذلك ترك عليهم آثار عديدة من الفقر منها عدم الإحساس بالأمان ترك لديهم آثار نفسية شديدة كما تعلمين أن الأطفال في الداخل أصبحوا يحملون همما كبيرا في إعالة عائلاتهم ربما أغلب العائلات الآن ليس موجود فيها معيل يعني دعنا نرى أن الأطفال الآن يعملون يتركون المدارس ويعملون هذا إن تواجدت المدارس بالإضافة إلى المعيشة التي كما نراها جميعا في المخيمات يعانون الأطفال من الفقر المتقع من عدم الأمان وما يتركوا ذلك من آثار سلبية عليهم حذرت منظمة أنقذوا الأطفال من ظاهرة انتحار الأطفال وقالت إنهم بين كل 246 شخصا منتحرا خمسة من المنتحرين بينهم طفل واحد ما دواعي انتشار مثل هذه الظاهرة في سوريا لابد أن ظاهرة الانتحار الآن أصبحت منتشرة للأسف الأطفال يحملون أعباء كثيرة اليوم بالإضافة إلى أن وضع الأطفال وعدم إحساسهم بالأمان وشعورهم الدائم أنهم تحت القصف والضرب هذا يؤثر على أمانهم الشخصي بالإضافة إلى خوفهم من انفقد عائلاتهم وما يؤدي إلى ذلك من هموم أخرى لديهم اليوم لم يصبحهم الطفل هو الأكل والشرب وزعابه إلى المدرسة أنت تعلمين تماما أن اليوم الأطفال الذين يتعرضون للقصف يرون أقرانهم الذين تعرضوا إلى قصف صادق ربما يترك لهم عاعات دائمة وعدم ذلك ما يترتب على ذلك من فقدانهم لمنازلهم من أسرهم من المعيشة الكريمة من الحياة الكريمة كل ذلك مجتمعا قد يدفعهم للانتحار يعني عدم وجود الأمن للأسف يسيطر على حياة أطفال وذلك يدفعهم غالبا للانتحار ما هو دور المنظمات الدولية والمجتمع الدولي ككل حيال حماية حقوق الأطفال وكذلك الحفاظ على الأمن للنازحين الذين يسكنون في المخيمات للأسف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للآن دورها أصبح قاسرا على إرسال من وقت إلى آخر بعد السلال الغذائية لم تقوم بدور أساسي حتى من الناحية الاقتصادية في أن يكون لهؤلاء حياة كريمة لم المجتمع الدولي ما زال اليوم قاسرا عن إيجاد طرق للدعم أو دعيني أقول أنه ليس قاسرا عن إيجاد دعم هو لا يريد هو لا يريد اليوم نحن نرى قصورا في تصرفات المجتمع الدولي تجاه القضية السورية فمن الناحية السياسية لا نجد هناك حل سياسي يرضي جميع الأطراف وكذلك من الناحية العسكرية أول اليوم لم يقوم بخطوات جدية لمنع القصف عن المخيمات اللاجئين وعن استهداف الأطفال والنساء بالإضافة أنه للآن ما زال ينظر الموضوع بنظرة سلة غذائية وغذاء وإلى ما يترتب من ذلك للأسف اليوم بالمناطق الخارجية عن سيطرة النظام لن نجد هناك أي مشاريع تنموية حقيقية تكفي الناس حاجة السؤال وكذلك تدعهم يعيشون في كرامة تدعهم يعملون بكرامتهم ويجدون عمل مناسب بالإضافة لمواضيع كما حكينا اليوم أنه ليست الموضوع فقط هو موضوع غذاء ولكن هناك مجموعة من العوامل على المجتمع الدولي اليوم كان أن ينظر لها مثل مواضيع تعليم الأطفال مثل القضايا الموجودة بالداخل التي تتعلق بالنواحي الاقتصادية والصحية وغير ذلك شكرا جزيلا لك النشطة المدنية غصون أبو الذهاب حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا ترجمة نانسي قنقر